بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أتماعين معكم مستر محمد السيد السلموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصات التداول عنوان محاضرة اليوم الملخص الشامل لمؤشر مجد المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد Moving Average Convergence Divergence تكلمنا فيما سبق عن هذا المؤشر بالإعدادات الافتراضية 12-26 وقلنا أن هذه الإعدادات تستخدم في معرفة الاتجاه والزخم وقوة الإشارة التي كانت تحدث نتيجة تقاطع الحدود الخاصة بالمؤشر مع المتوسط 9 وتكلمنا عن هذا المؤشر بالإعدادات 5-13-1 وقلنا أنه يستخدم في الحصول على الأنماط المختلفة التي تعطي إشارة دخول مباشرة للمتاجرة سواء بالبيع أو بالشراء بالنسبة للمؤشر 12-26-9 يكون شكله على الشارت كما هو موضح أمامك وكذلك مؤشر 5-13-1 كما هو موضح أيضا أمامك على الشارت وهناك بعض الاستراتيجية القوية التي يمكن أن يستخدم فيها مؤشر ماجد مثل سكالبينج استراتيجي أو في التداول اليومي أو التداول بعيد المدى حيث يساعدنا مؤشر ماجد في فهم حركة الأسعار والتنبؤ بما سيكون عليه حركة الأسعار في المستقبل كما أن هذا المؤشر يستخدم بكثرة في التقاط إشارات الدخول سواء بالبيع أو بالشراء قبل الدخول في الشرح التفصيلي حابب أنقضو على لمحة تاريخية حول هذا المؤشر وضع تصميمه جيرالد أبل وهو محل الأمريكي وضعه في بداية السبعينات باستخدام ثلاث متوسطات متحركة الأول متوسط لمدة قصيرة الثاني متوسط لمدة طويلة الثالث متوسط للفرق بين هذين المتوسطين يسمى خط الإشارة ولا زال هذا المؤشر يعمل بقوة حتى الآن حتى القرن الواحد والعشرين مع ملاحظة أن كل من المتوسطان القصير والطويل يتذبذبان حول خط الصفر وهما دائما في تجاذب وتنافر وتلاقي وتباعد لذلك يسمى هذا المؤشر المتوسط المتقارب المتباعد وهذان المتوسطان يتقاطعان معا أحيانا ويتقاطعان مع خط الصفر أحيانا أخرى اليوم بمشيئة الله سوف نتناول مؤشر 9-17-8 بالشرح والتفصيل EMA-8 EMA-17 SMA-9 كيف تصدر الإشارات عن هذا المؤشر بهذه الإعدادات 9-17-8 لتفادي الإشارات المضنلة سنتعرف على كل ذلك بالتفصيل لكن يفضل أن يكون المتوسطان متجهان معا إما إلى أعلى أو إلى أسفل وأن يصل كلاهما إلى الأطراف هناك تحذير هام جدا أريد أن أقوله عندما يدخل المؤشر منطقة متطرفة القراءة Extreme Reading فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن السعر سوف يعكس اتجاهه وتفسير ذلك أنه في السوق قوي سيولة يميل اتجاهه بزاوية حدة فإن حالة الإفراد في الشراء أو البيع قد تستمر لفترات طويلة والمتاجرة في هذه الحالة يكون بها كثير من المخاطر ويفضل الانتظار حتى تتضح المعالم الحقيقية والواضحة للسوق والتي لا يختلف عليها اتنين سواء كان في تريند صاعد أو هابط أو في حركة عراضية والآن مع كيفية تصطيب مؤشر 9-17-8 على منصة IQ Option من قائمة Indicators سوف أختار بوبيلر ثم مؤشر ماجد سيظهر لي المستطيل اللي قدامي ده وعليه الإعدادات القياسية للمؤشر 12-26-9 واللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في المحاضرة السابقة هختار الإعدادات الجديدة للمؤشر وهي 17-89 هختار إي إم إي سبعتاشر سريع إي إم إي تمانية بطيء إي إم إي تسعة لقوة الإشارة وادوس أبلاي بعد ما كون حددت الألوان اللي أنا عايزها هختار لون الإشارة إي 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 تسعة باللون الأحمر ولون الماجد باللون الأزرق ولون خط القاعدة خط الزيرو باللون الأسود وادوس موافقة هيحصل على الشارت اللي قدامي ده الشكل اللي تكون المنطقة إيه؟ عندي اتجاه هابط جاء في نهايته نموذج شموع يابانية إنعكاسي وهو بوليش إنجالفينج باترن لو هتداول وفقا لنماذج الشموع اليابانية ده نموذج عاكس للاتجاه من هابط إلى صاعد هاخد صفقات شراء بعد أن تغلق شمعة التأكيد أعلى من مستوى النموذج وطبعا ده على فريم أربع ساعات يعني كل شمعة لها وزنها طيب ما هو دور المؤشر في هذه الحالة لو بصيت على الخط الرأسي الواصل بين النموذج وبين نقطة تقاطع المنحناني هلاقي منحنى مجد اللي باللون الأزرق قطع منحنى الإشارة اسمي تسعة اللي باللون الأحمر وكان الأزرق أعلى من الأحمر إذن دي إشارة شراء يعني أدخل أشتري بعد أن قطع منحنى المجد الأزرق منحنى الإشارة الأحمر من أعلى طبعا هذا التقاطع للمنحنيات فوق خط الصفر المنطقة بي عندي اتجاه صاعد جاء في نهاياته نموذج عاكس لهذا الاتجاه من بعده على طول تحول الاتجاه من صاعد إلى هابط لو بصيت تحت على المجد هلاقي تقاطع لمنحنى مجد باللون الأزرق مع منحنى اسمي تسعة اللي باللون الأحمر بس منحنى المجد في هذه الحالة الأزرق تقاطع أسفل منحنى اسمي تسعة الأحمر بما أن منحنى مجد الأزرق تقاطع أسفل منحنى اسمي تسعة الأحمر إذن دي إشارة بيع وكمان التقاطع حصل عندي تحت خط الصفر نفس الكلام في المنطقة سي عندي اتجاه هابط جاء في نهاياته نموذج شموع يابانية عاكس للاتجاه تحول الاتجاه من هابط إلى صاعد طيب أنا لو بسيط على مؤشر مجد بالإعدادات سبعتاشر تمانية تسعة هلاقي حصل عندي تقاطع فوق خط الزير لمنحنى المجد اللي باللون الأزرق مع منحنى اسمي اللي باللون الأحمر والتقاطع حصل وكان منحنى المجد الأزرق فوق منحنى المؤشر الأحمر إذن أدخل صفقة شراء بعد هذا التقاطع وهكذا بتمشي القعدة إذا قطع منحنى المجد الأزرق منحنى الإشارة الأحمر فوق خط الصفر وكان الأزرق فوق الأحمر أدخل بعد هذا التقاطع صفقة شراء أما إذا قطع منحنى المجد الأزرق منحنى الإشارة الأحمر تحت خط الصفر وكان الأزرق تحت الأحمر أدخل بعد هذا التقاطع صفقة بيع وإلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي كان معكم بستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكركم وأذكر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته